ختام مهيب لفاتحة الشهيد الشاب فاضل عباس مسلم ضم عشرات الآلاف من البحرانيين رجالا ونساء من جميع الفئات العمرية بدأت مسيرة ختام الفاتحة من مأتم أنصار العدالة وسارت نحو مقبرة الدراز حيث وري جثمان الشهيد الثرى امتزجت هتافات المشيعين بين التعزية والهتافات الغاضبة المطالبة بالقصاص ممن قتل الشهيد غدرا كما عبر أقارب الشهيد حيث أن الإصابة القاتلة كانت في الرأس من جهة الخلف إضافة إلى رصاصات أخرى استقرت في ظهره وقدمه تل الختام مسيرة تظاهر حاشدة اتجهت صوب الشارع العام حيث كانت قوات النظام بانتظارها قوات النظام أغرقت المنطقة بمئات من عبوات الغازات الخانقة وقد رصدت حالات اختناق عديدة في صفوف المتظاهرين الذين ردوا برمي الحجارة والزجاجات الحارقة يوم أمس شهد أيضا صدور قرار يصف بالمسيس يقضي بحل المجلس العلمائي ومصادرة ممتلكاته غير أن الجمعيات السياسية لم ترى في ذلك سببا لمقاطعة الحوار الذي دعا له ولي عهد النظام سلمان الخليفة والذي يواجه رفضا شعبيا في ظل انعدام الثقة بين غالبية الشعب البحراني والنظام الخليفي الذي يحكم البلاد لما يزيد عن 230 سنة